انتقادات واسعة للحكومة والمسؤولين في البصرة لإنشائهم الجدار العازلة كما بات يسمى محليا والممتد في مناطق ساحة السعد والمستشفى الجمهوري والمعقل ومناطق أخرى من المدينة والهدف منه عزل مناظر العشوائية عن زائري بطولة الخليج العربي المقامة في البصرة جدار تم وضعه بغض النظر عن قيمته هذا الجدار الرسائل اللي بثها هي رسائل حرفيا وعذرا على اللفظ مقززة تم عزل المجتمع الفقراء عن بقية المجتمع وكأنهم فتشي منبوذ سكان البصرة أكدوا أن إنشاء الجدار العازل في البصرة تم بصفقة سياسية يشبه الفساد موضحين أن المبالغ الكبيرة التي رصدت لإنشاء الجدار كفيلة بحل مشكلة العشوائية في المحافظة أن هذا الجدار هذا شيء تلزيق أنه أنت تعزل مناطق العشوائية وتعزل بيوت العشوائية بهاي المبالغ الطائلة أنت تقدر توفير لهم مثل قطع هذا تقدر تغير من واقعهم ليش أنت تجيب وتلزق بهاي طبعا هي فلوس الشعب هو مو فلوس أبو واحد ولا فلوس مسؤول وهذه الأقامة الخيالية ليست مع الجدار هذه أقدر أبني بها مدن إذا تقسم هذه المبالغ على عشرة مليون لكل متجاوز أو خمسة مليون ستشيئ لك فد ألفين بيت فبالتالي التخصير واضح مهما كان شكله مهما كان قيمة الجدار تخصير واضح على سلطة المراقبة اللي هي سلطة مجلس المحافظة وسلطة مجلس النواب سلطة مجلس المحافظة المغيب وسلطة مجلس النواب اللي ما تكشف هذا وهذه كلها صفقات سياسية بنا ناشطون أكدوا أن الجدار العازل وأغلب مقاولات بطولة خليجي 25 قد أحيلت للمقاول غسان منذر صقبان المقرب من محافظ البصر الحالي أسعد العيداني وفق طريقة الإحالة المباشرة دون فتح العطاءات وباب التنافس بين الشركات ليمثل هذا الجدار فصلا جديدا من فصول الفساد الحكومي وليكون جدار فصل وعزل يخفي ما تسببت به الحكومات المتعاقبة من فوضى وعشوائيات ونفايات متراكمة